أشرف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورثة ومرقبتها يوسف بوزنادة على تنصيب إعضاء الغرفة التأذيبية والتحكيم لجنة تنظيم عمليات البورثة ومرقبتها دويترأس هذه الغرفة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورثة ومرقبتها يوسف بوزنادة وتتكون الغرفة من عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة وقضيان تم تعيينهم من طرف وزير العدل حفظ الأختام بالإضافة إلى مستشار بمجلس الدولة ومستشار بالمحكمة العليا هذا وأكد بيان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرقبتها أن رئيس اللجنة حرص منذ توليه مهامه على الإسراع في تنصيب هذه الغرفة استكمالا لتفعيل آليات المتابعة والرقابة على السوق المالي لضمان أقصى قدر من الشفافية والنجاعة وكذلك مرافقة الإدارة